السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة صفاء دليس اليوم ان شاء الله سنحضر معكم وحد الوجبة اللي كتجين ديدة بزاف سنحضر معكم طبق محبوب شهير اللي هو عبارة على دجاج مقرمش لبات او للمعكارونا بسلسة الفطر او لصو الشامبينون وبطاطس مقلية لكن انا سنحضره بطريقة مغايرة واحد شوية لان انا ما سنقليه في الزيت نهائيا سنضيره في الفرن بدون زيت والبطاطس ايضا فانا ما غديش نقليها غدي نديرها محمرة في الفرن فانا حاولت نغير في واحد شوية باش يجي صحي اكثر وكيجي لديد بزاف كانتمنى انكم تبعوا معايا الفيديو للاخير ويعجبكم واندوز معكم مباشرة لمقادر وطريقة تحضير فاول شيء غدي امدا معكم بالتطبيق اللي غدي ندير للدجاج فغدي نحتاجوا القطع من صدر الدجاج او لحتاج صدر دي كرومي اللي كانت توفر عندكم يمكن لكم السامنوه لكمية كتبقى على حسب عدد الافراد انا السامنة ما بين سمية سبعمية جرام من بعد فانا غدي نوريكم طريقة ديال تقطيع ديالو غدي نحتاج للتطبيق لملعقة كبيرة من الخردل او للموتاغد ملعقة كبيرة من عصير الحامض ملعقتان كبار من يغور طبيعي او بدون سكر غدي نحتاج ايضا قليل من توم بودرة او لفص ديال التوم اللي تحكوه الرقيق عندي ملعقتان كبار من زيت الزيتون وبالنسبة التوابل فغدي نحتاج ليهم قليل من الملح القليل من الابزار تقريبا ملعقة صغيرة غير مملوقة من زنجبيل او لسكينجبير ملعقة صغيرة من الخرقوم ملعقة صغيرة ايضا من فلفل احمر او لات حميرة ملعقة صغيرة من قصبر يابس مطحون ونصف ملعقة صغيرة من فلفل حار اللي كيبقى اختجاري اللي ما كيبقيش الحار فما يستعملوش فهدو ما المكونات اللي غدي نحتاج بالنسبة للصدر كيفاش غدي نقطعوه القطع فغدي نقطعوه القطع يعني ما تكون ش غليدة وما تكون شرقيقة بزاف فهدوية طريقة باش غدي نقطع يعني صدر الدجاج او لصدر الديكرومي فالقطع يعني ما يكونو شرقاق بزاف باش ما ينشفوش لنا بزاف وفنفس الوقت ما يكونو شغلات يعني باش ضغير يطيبو لنا وما يحتاجوش وقت طويل وبالنسبة للطول ديالهم فيمكن لكم يعني تخليوهم طوال او لا يمكن لكم تقطعوهم على هاد الشكل يعني يكونو شوية قصر ذاكشة كيبقى على حسب الرغبة فالمهم انكم يعني ما تخليوهم شرقاق وما تخليوهم شغلات في نفس الوقت وبالنسبة للتتبيلة فهي غدي تكفيكم يعني الكمية ما بين 600-700 جرام يعني لستعملتو كمية اقل يعني نصف الكمية يمكن لكم تنقصوا من هاد كمية التتبيلة استعملو غير نصف فكيبقى على حسب يعني الكمية لستعملتو فكتكون هاد هي طريقة تقطيع ديالو بعد ما كملت فأنا غدي ناخد هادوك القطاع ديال صدر الدجاج او لدي كرومي وغدي نبدأ نضيف ليهم هاد المكونات اللي عندي ديال تتبيلة يعني الخردل او للموتاغد عصير الحامض الياغور طبيعي غدي نضيف التوابل اللي عندي كاملين غدي نضيف القليل من توم بودرة او ليمكن لكم استعملو فص ديال توم تحكوه رقيق كيبقى على حسب الرغبة وغدي نضيف في الاخير ملعقتان كبار من زيت الزيتون غدي نحرك يعني هاد دجاج مزيان مع بعض يعني حتي نساج مية مع بعض يعني وهادك التتبيلة توصلوا كامل فمن بعد ما خلطوا مزيان مع بعض الان غدي نجيب بلاستيك غدائي وغدي نغطي هاد الايناء وغدي نخليه كيرتاح تقريبا ما بين 20 دقيقة حتى 30 دقيقة على حسب الوقت اللي عندكم باش نخليه كيتشرب اكثر هادك التتبيلة وكيجي لديد اكثر نحتفظو به في التلاجة ونخليه كيرتاح والان فغدي ندوز معكم طريقة تحضير البطاطس المحمرة فهنا خديت كمية من البطاطس اللي قشرتها ووصلتها مزيان من اللي احسن انه تستعملوا بطاطس حجم صغير لكن الى ما عندكم مش ممكن لكم تستعملوا حجم كبير ماشي مشكل هنا الى كانت حجم صغير تقطعوها هكذا غير على 4 الى كانت حجم كبير فتقطعوها على اكثر يعني على 8 او على 6 على حسب غير هو هاد البطاطس اللي كندخلوها الفرن ماشي بحال يكن قليوها خاصة تكون شوية غليضة ماشي بحال يكن قليو باش ما كتنشفش لنا في الفرن وكتجينا قاسحة فمن بعد ما غادي نكمل تقطع ديالها هنا غادي نوضعها في ماء اخر اللي وضعتوه في كاسرول ماء بارد عادي وغادي نوضعها على نار ونخليها كتسلق نصف سلقة فقط يعني ما كتسلقش سلقة كاملة نصف سلقة وغادي نصفيها بالنسبة المكونات يعني الأخرى اللي غادي نحتاج مع الدجاج غادي نحتاج القليل من دقيق ماشي كمية كتيرة غير قليل عندي هنا بيضتين هنا ما كنستعملش يعني بيض بكثرة فغادي نستعمل في الأول بيضتين ومن بعد اللي احتاجت غادي نزيد وغادي نحتاج هنا الكورنفليكس او لرقائق الدورة هما اللي كيعطونا هديك تقرميشة للدجاج وهنا فما تستعملوش يعني رقائق الدورة اللي كيكونوا فيهم العسل او اللي فيهم شوكولة هادو اللي عاديين يعني طبيعيين فأول شيء غادي نوضعهم في كيس يعني كيس يكون نقي وغادي ناخد مدلك ونحاول انني نضرب هادك رقائق الدورة او لنفرتتهم يعني ما كان نطحنوهمش بزاف او لكن فرتوهم بزاف كنخليوهم هكدك شوية قطع يبقى ومقرمشين بالنسبة الكيميا فكتبقى على حسب الكيميا اللي استعملتوا ديال الدجاج هنا يعني ما كان اخدوش كيميا في الاول كتيرة انا غادي نبدا هكده يعني كنا نحضر هكده كيميا قليلة وكل ما يعني سقادت لي او لحتاجت كيميا اخرى غادي نبدا كنضيفها فنفس الشيء بالنسبة البيض يعني تستعملوا بيضة في الاول او لبيضتين وليحتاجيتوا ممكن تزيدوا باش ما نضيعوهمش هنا فمن بعد ما ما طحنتهم شوية غادي نوضعهم في ايناء بهاد الشكل وكيف كتلاحظو معايا يعني ما كان نطحنوهمش بزاف كنخليوهم شوية قطع هكده بعيدين يعني قطع كيكون رقاق وقطع شوية غلط فاخديت الدقيق ضفت لي القليل من الملح ناس ملعقة صغيرة من فلفل احمر ناس ملعقة صغيرة من فلفل حار اللي كيبقى اختياري فانا ضفت يعني هالتوابل باش يعني كيجينا ملدد اكتر كيبقى اختياري لو بغيتوا تخليوه غير عادي ممكن تخليوه وبالنسبة للبيض فانا غادي نضيف ليه القليل من الحليب تقريبا ملعقة كبيرة او ملعقة كبر وغادي نخفق هاداك البيض اولا كنتربوه بهاد الشكل فما بعد ما كملت جب الدجاج اللي احتفت به وغاديم دا غادي ناخد يعني بالقطعب بالقطعب هاد الشكل كنوضعوه اولا في الدقيق كنزول يعني كمية الدقيق اللي عندي زائدة كنوضعوه ثانيا في البيض وفي الاخير فغادي نوضعوه في الكورنفليكس اولا رقائق الدورة بالنسبة للناس اللي معرفوش هاد رقائق الدورة فهم اني كان اخدوهم يعني مع الحليب في الفطور اولا في القوتي وكيكون هادا والشكل ديالهم كنوضعوه مباشرة في صينية الفرن يعني اني مفرش ليها ورق الزبدة اولا كندهنوها بالقليل من الزيت فهدية الطريقة كنوضعوه اولا في الدقيق كنزولو كمية الدقيق اللي عندي زائدة من بعد البيض وفي الاخير في رقائق الدورة وكنوضعوه في صينية الفرن حتى غادي نكمل كمية كاملة اللي عندي بالنسبة البطاطس فمن بعد ما تسلقات نصف سلقة يعني غيك اطلع ليها هذيك الغلية غادي نصفيها من هاداك الماء ونخليها كسبرت جانبا ومن بعد غادي ندليها التسبيل الخاصة بها وكيكون هادا والشكل دي القطع الدجاج من بعد ما كملتهم فما كيبقى ليها غير ندخله من الفرن كي يطيبوه على درجة حرارة 180 كنشعله لهم من تحت ومن فوق مره مره كنجبد صينية الفرن وكنقلب دهدو كقطع الدجاج باش كي يطيبوه يعني كاملين بشكل متساوي فما كحتاجوش وقت طويل تقريبا 30-35 دقيقة كتكون كافية والنصحة اللي نعطيكم هنا هي ان قطع الدجاج من بعد ما تطيبوهم يعني ما تجبدوهم شو تبقوا كتسخنوهم لانهم غادي نشفو لكم وغادي جيكم شبية قاسحين فيعني ما تطيبوهم حتى تقربو تقدموهم او لملي طيبوهم قدموهم مباشر وهو مساخرين ما تبقوش كل مرة تصخنوهم لانهم غادي جيكم ناشفين بالنسبة للبطاطس فما بعد ما صفيتها من الموقلي تحتها بردات ليها شوية باش ما كاتهرش لينا وضعتها في صينيات الفرن ليفرش ليها ورق زبدة او لدهنوها غير بالقليل من سيت بالنسبة للتتبليل ديالها فضفت لها القليل من الملح القليل من فلفل احمر او لات حمارة القليل ايضا من السودانية او للهريسة اللي كاتبقى اختيارية غادي نضيف القليل من زعصر مطحون القليل من زعصر هكده يا بس او لزعصر طري او لزعيطرة او لأي اعشاب منسي ما كاتفضلوها يمكن لكم ضيفوا ايضا توم بودرة وغادي نضيف في الاخير ملعقة كبيرة من زيت ناباتشا يعني ملعقة واحدة كتكون كافية غادي نخلط هاد البطاطس به هات الشكل ومبعدها غادي ندخلها للفرن كالطيب كنشعل عليها من تحت ومن فوق ومرة مرة كنجبت ثانية الفرن وكبقى كنقلب هادوك البطاطس حتى كيطيبوا لي على جميع الجوانب بالنسبة لقطع الدجاج فهنا جبتهم باش غادي نقلبهم على الجهة الاخرى فكيف كتلاحظوا معي انا الفرن اللي عندي كيطيب من تحت كسر من فوق وخم يعني مش على عليه تحت والفوق فعلى حسب الفرن ديالكم يعني ضروري مرة مرة تراقبوه وكتش بدو صينيات الفرن وسحاولوا يعني تقلبوا هادوك القطع ديال الدجاج باش كيطيبوا ليكم يعني بشكل متساوي من بعد ما خلينا الدجاج والبطاطس كيتحمروا في الفرن غادي ندوز معكم مباشرة باش غادي نحضروا الماكرونا بصلصة الفطر او لصو الشامبينيون غادي نحتاجوا لها ماكرونا بهذا الشكل علبة صغيرة من الفطر معلب ليصفيتوا من الماء الى عندكم طريق يكون احسن تستعملوا استقطعوا الشرائح الى ما عندكم استعملوا المعلب انا هنا يعني استعملت البصلة الخضارية قطعتها هكذا ذوائر الى ما عندكم استعملوا حبة متوسطة من البصل العادي قطعه مكعبة ترقيقة اللي عندكم ممكن استعملوه بالنسبة لصرصة البشاميل غادي نحتاج لها ملعقتان كبار مملوئتان من زبدة ملعقتان كبار مملوئتان من الدقيق غادي نحتاج لصرصة الصوجة اللي ضرورية فهد الوصفة انا هنا يعني عندي وحدة خفيفة وحدة ثقيلة يعني ساميكة احسن حاجة تستعملوا هي هاد الساميكة هادي اللي كتكون بهذا الشكل يعني كتكون ثقيلة نوعا ما غادي نحتاج لقليل من زيت زيتون ملح وابزار غادي نحتاج اكيد الحليب تقريبا غادي نحتاج ما بين سبعمية تمنمية مليلتر من الحليب فاول شي اخذت كاسرول غادي نفرغ فيه ماء مغلى او لماء ساخن جدا باش غادي نسلق هديك الماكرونة غادي نضيف ليه القليل من الملح تقريبا ملعقة صغيرة مع مراش غادي نضيف زيت زيتون تقريبا ملعقة كبيرة باش هادوك الماكرونة الماكرونة او لليبات يعني ما كيتعجنوش لينا ومن بعد فا غادي ننفرغ الكيمية اللي بغيت دي الماكرونة هنا الكيمية كتبقى على حسب الرغبة على حسب عدد الافراد والكيمية اللي بغيتوا تحضروا انا هنا تقريبا استعملت 400 جرام فغادي نوضع هاد الكاسرول على نار وغادي نخلي هاد ليبات يعني كيتسلقوا على خاطرهم بطريقة العادية ومن بعد فا انا غادي ناخد مقلات مقلات تكون كبيرة باش يلي غادي نخلطو فيها الماكرونة في الاخير مقلات ساخنة وضعت عليها القليل من زيت الزيتون وضعت البصل غادي بقا كنحركو حتى كيتشحر لي او كينزل هادك البصل شوية من بعد ما تشحرت لي هاديك البصلة بهات الشكل فغادي نضيف ليها شامبينيون او للفتر فكيف قلت ليكم الى عندكم التريق وبغيتوا تستعملو فيكون احسن هو اللي كنستعملو في هاد الوصفة انا ما كانش نتوفر عندي استعملت غير هاد المعلب من بعد غادي نضيف ليهم القليل من الملح والابزار وغادي نخليهم يعني على نار مهيلة وكبقا كنحركهم مرة مرة وفكاسروا الاخر فوضعت الزبدة اللي عندي مرعقتان كبار باش غادي نحضر صلصة البشاميل خليت هاديك الزبدة حتى ذابت غادي نضيف لي هاد دقيق اللي عندي وغادي نخلطو مع هاديك الزبدة يعني بالطريقة العادية اللي كنحضروا صلصة البشاميل وبالنسبة لهاد صلصة البشاميل فكيف غادي تلاحظو معايا انا غادي نحضرها خفيفة هذا علاش غادي نستعمل فيها كمية الحليب اكتر لان انا ما بغيتاش تجيني تقيلة بالضاقيق غادي نخليها خفيفة باش مالي غادي نضيفها لليبات او للمعكرونة يعني كتجي هاديك المعكرونة شاربة لي هاديك الصلصة او مع الجناش في نفس الوقت هنا ضفت الكأس الاول من الحليب وغادي نحرك مزيان هاد الدقيق مع الزبدة حتى كيدوب لي مع هادك الحليب بالنسبة للقياس انا هنا غادي نعطيكم القياس بكأس العنبة والقياس بالميلي لتر ايضا فهنا ضفت الكأس الاول بقياس كأس العنبة من بعد ما حركتهم مزيان ضفت هنا الكأس التاني ففي المجموعة غادي نستعمر ربعات الكؤوس بقياس كأس العنبة تقريبا ما بين 700-800 ميلي لتر وكل مرة يعني كنضيف كأس كنحرك وكنضيف الكأس الاخر بهاد الشكل وبالنسبة لهاد صلصة الفيتر او لصو الشامبينيون فعادة هي كتتحضر بالكريمة يعني بكريمة سطبخ لكن مشيقع الناس يعني كتتوفر عندهم هاد الكريمة هادا لاش يعني قلت نحضرها بصلصة البشاميل لانها سهلة وكتجحتها هي لديدة بزاف من بعد ما ضفت الحليب كامل فهنا ضفت مباشرة القليل من الملح الابزار والقوزة او الجوزة الطيب لي حكيتها وغادي نحرك هاد المكونات وكنخليها يعني على نار مهيلة وكنبقا كنحرك بهاد الشكل كنستمروا في تحريك صلصة البشاميل على نار مهيلة احتكت بالينا يعني بدت كتتقال من بعد فكتكون جاهزة كيكون هادا والشكل ديالها فهي ما كتتقالش بزاف لان نستمرنا فيها كيمية قليلة من الدقيق فمن بعد كنتفعوا عليها النار وغادي ناخد صلصة البشاميل اللي حدرت غادي نفرغها في المقلات يعني مع البصل والفتر بهات الشكل غادي نفرغها كاملة من بعد فغادي نضيف عليها صلصة الصوجة وهنا فصلصة الصوجة ضرورية فهات الصلصة ومن الاحسن تستعملوا هذه اللي كتكون ساميكة لانها كتعطي واحد المضاق رائع وكتعطيها ذاك اللون ايضا غادي نضيف ايضا القليل من صلصة الصوجة هادي اللي كتكون خفيفة بالنسبة الملح فاردو بالكم ما تضيفوش الملح بزاف في صلصة البشاميل لان صلصة الصوجة كنعرفو عليها مالحة فمن الاحسن انهم يعني حتى تضوقو هاد السلصة في الاخير من بعد ما تخلطوها عادفاش الاجاتكم يعني ناقصة او لا بغيتوا تضيفو الملح تضيفوه وما تضيفوش الملح بكترة من الاول ومباشرة ما كان ضيف هاديك السلصة وكان خلطها كان ضيف عليها المعكرونا اللي كان كون سلقت وصفيتها من الماء كيكون هادا والشكل ديالها فمباشرة من بعد ما كان صفيوها كنضيفوها في هاديك السلصة يعني باش مكتعجنش لينا والمعكرونا فاحسن حاجة اننا ما نسلقوهاش يعني كثر من القياس باش مكتعجنش لينا ويلا بغينا نعرفوها يعني واش طابس ولا لا يمكن لنا نضوقو باش نعرفو يعني القياس ديال طياب اللي كان بغيو وكا اضافة اخيرة فاضفت ليهم القليل من القزبر والمعدنوس مقطع تقريبا الملعقة كبيرة وغادي مبقا كنحرك هاديك المعكرونا على نار مهيلا حتى كتشرب لي شوية هاديك السلصة فكيف كتلاحظو معايا يعني صلصة خاصة تكون كتيرا يعني باش مكتنشفش لينا هاديك المعكرونا هادا علاش انا حضرت يعني كمية كبيرة من صلصة البشا ميلو خليسها خفيفة فكمقا وكنقلبوها بهات الشكل غادي نخليها على نار مهيلا مرة مرة كنحركها ومباشرة فغادي نقدمها ما كنخليها شوية طويل حتى كتنشف بالنسبة القطع الدجاج فمن بعد ما وجدوه كيكون هادا والشكل ديالهم يعني كيجيوا محمرين ومقرمشين ومن الداخرة كيجيوا يعني رطبين وطيبين هادوك القطع ديال الدجاج هنا غادي نقطع معكم قطعه باش شوفوا الشكل ديالها من الوسط كيف كيجي وبالنسبة لهات قطع الدجاج فالنصيحة اللي نعطيكم كيف قدت لكم يتقدموه مساخنين ما طيبوهم شو تبقاوك ترجعوهم للفرن لانهم غادي نشفوا لكم يجوكم قاسحين وهنا فما كيبقى ليا غير تقديم ديال هالطباق اللي حضرت معكم اليوم حطيت القطع ديال الدجاج ومن بعد غادي نحطو يعني اولا نقدمو المعكارونا وهي ساخنة ما كنخليوهاش على نار وقس طويل يعني باش ما كتنشفش لنا هديك الصلصة بالنسبة لكمية الصلصة البشاميل اللي حضرت معكم فهي تكفيكم الربعمائة جرام من المعكارونا يعني اللي بغيتوا تستعملوا كمية اقل شخصين فيمكن لكم يعني تستعملوا النصف ديال صلصة البشاميل تحضروها ايضا فكيبقى يعني على حسب الكمية اللي بغيتوا تحضرو بالنسبة للملح فيمكن لكم الضوء والصلصة من قبل الى احتاجيتوا الملح يمكن لكم تضيفوه وبالنسبة لهاد المعكارونا كجيل ديدة بزاف يمكن لكم تحضروها غير بوحد هالعاشاء او لحت الغداء يمكن لكم تضيفو ليهم قطع ديال الدجاج مع البصل والفطر وطيبوها كوجبة يعني كاملة بالنسبة لباتاتيس فمن بعد ما تحمرو كيكون هذا والشكل ديالهم فانا سبق لي وحضرتهم معكم في فيديو الى بغيتوا الوصفة ديالهم غدي نخلي لكم الرابط ديالهم من تحت انا هنا يعني حاولت انا نعطيكم الطريقة ديالهم بشكل سريع كنتمنى انكم تجربوهم لانهم كيجي ولداد ايضا في الاخير فغدي ناخد القليل من جبل احمر المحكوك او لجبل موزاريلا او لأي جبن هدي كاسبخة يعني كاضافة وغدي نوضعها فوق من الماكارونا بهذا الشكل وهي ساخنة بش كيدوب عليها وبهذا الشكل فكنكنو كمننا وصفتنا اليوم والطبق ليح الدرس معكم اليوم اللي هو عبارة على تشيكن محبوب بسلصة الفطر او لصو الشامبينون كيجي لديد بزاف وصراحة فهو احسن من الجاهز لان انا ما كان قليوش قطاع الدجاج ما كان قليوش البطاطس كنحضرهم في الفرن بدون ازاي الطريقة صحية وكيجي لديدة ايضا فحتى الماكارونا كيجي لديدة بزاف بهذا الطريقة يعني بزاف الناس اللي دقوا هالطبق جاهز جاهم كيجهم وما قدروش يكملوه انا واحدة منهم ولكن بهذا الطريقة صحي ما كيجهمش وكيجي لديد بزاف وما فيش يعني الملح بزاف كنتمنى انكم تجربوا اكيد غد يعجبكم كيجيب كبار وصغر فإلى اجبكم فيديو اليوم وصفة اليوم ما تنساوش تديروا ليه جيم تبغطا جيم الفيديو مع أصدقائكم إلا كنتو كتدروا القناة لأول مرة فما تبخلوش عليها بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يصلكم كل فيديو جديد وإلى عندكم اي سؤال خليوه ليه في تعليق ما بقى ليه آخر نقول لكم تلقاوا في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله خليتكم على خير